اهلا بكم مشاهدين الكرام في اهم اخبار الاقتصاد اذا اكدت وزارة المانية الحالية زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي وقال وزير المانية الحالي علي علاوي ان خفض قيمة الدينار العراقي ادى الى الحفاظ على احتياطيات العملة الاجنبية بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في اواخر عام 2021 وبيان علاوي ان التعافية في اسعار النفط هو من سعد الاحتياطات على ان تصبح 70 مليار دولار بحلول شريع نيسان ويرى خبران اقتصادا المواطن العراقي بعد عام 2003 لم يشهد اي فائدة تذكر من زيادة الاحتياطي النقدي وتعافي اسعار النفط بسبب استحواذ الاحزاب والميليشيات على موارد العراق المالية والنفطية في اطار استمرار الصناع بين شركاء العملية السياسية ذكرت مصادر برلمانية ان اخفاق حكومة الكاظم في ادارة الملف الاقتصادي قد فاق ملازمات وتسبب برفع التضخم وزيادة الاسعار كثيرا واضافت المصادر ان العراقيين اشكون غلاء المعيشة وازيادة الاسعار وتراجع قدرتهم الشرائية فضلا عن ازياد معدلات الفقر في البلاد بظل غياب مراقبة الاسعار من الاجهزة الحكومية المعنية هذا واشهد العراق ازمة اقتصادية كبيرة بدت واضحة في تامين الاحتياجات الغذائية الضرورية وازياد اسعارها بسبب الفساد المستشري وسيطرة الاحزاب وميليشياتها على القرار السياسي في البلد اكدت مصادر لبنانية تفاقم انهيار العملة اللبنانية مع تجاوز الدولار 33 الف ليرة وسط حالة ضبابية سياسية بعد اجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية والتي اسفرت عن نتائج غير متوقعة مع تراجع ميليشيا حزب الله وحلفائها وقد فقدت الليرة نحو 90% من قيمتي امام الدولار مع تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 60% وانزلق قرابة 80% من اللبنانين تحت خط الفقر منهم مئة او مليون ونصف مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان مما دفع بمئات الالف من السكان مغادرة البلاد من جهتي قال مصرف لبنان المركزي الاربعاء الماضي انه سيواصل السمح للبنوك بشراء دولارات من دون سقف عبر منصة صيرفة تابعة له حتى نهات شهر تموز انتهت مدة سريان الترخيص العام من وزارة الخزارة الامريكية الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعاتها لخدمة ديونها الخارجية فقد اعلنت الوزارة الامريكية ان لا تعتزم تمديد مدة سريان الوثيقة التي صدرت في شارع اذار وبفضلها استثنيت مدفوعة خدمة جزء من الدين السيدي لروسيا من العقوبات المفروضة عليها ويرى المراقبون ان نفض تجديد الوثيقة يؤكد ان الجانب الامريكي يفضل وجبار موسكو على اعلان التخلف عن السداد بدلا من دفعها الى فرغ غزينتها لمصلحة المستثمرين الامريكيين ازدادت اسعار النفط في التعاملات مدعومة بنقص الامدادات واحتمال زيادة الطلب فقد ازدادت العقود الاجلة لخام برينت لشاري تموز دولارا و27 سنة الى 114 دولارا و33 سنة للبرميل وازدادت ايضا العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي لتسليم شاري تموز ازدادت دولارا واحدا و27 سنة اي لتبلغ 111 دولارا للبرميل وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية انها متفائلة من اقتناع دول الاتحاد الاوروبي التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية ما قد يحدث الاستقرار المأمول في الاسعار هذا انتقال مشاهدين الكرام الى اسعار صرف العملات الاجنبية واسعار المعدن ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى لقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة